ممثلة مصر أمام العدل الدولية ذكرت أيضاً أن هناك دليلاً واضحاً على تمسك إسرائيل ببناء المستوطنات وممارسة السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وأضافت أن تغيير معالم الأرض أو الأراضي الفلسطينية المحتلة أصبح واضحاً ويهدف لتهجير أصحاب الأرض وتشريدهم تغيير معالم الأراضي المحتلة على المستوى الجغرافي والمستوى الديمغرافي أصبح أمر مفهوم أصبح أمر واضح في الأراضي الفلسطينية تعمل على ترحيل السكان من أراضيهم وتعمل في نفس الوقت على الكدوم بالمستوطنين الإسرائيليين للعيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقت ملاحظات الأمم المتحدة في 58 وفي اتفاق باريس حذرت النقل المدنيين من الأراضي التي تكون بالاحتلال إلى الأراضي المحتلة سواء لأسباب إثنية أو عركية أو لأسباب استعمارية وكما يتضح في بيان أو في المرافعة الفلسطينية فهناك دليل واضح بأن إسرائيل تريد دعم المستوطنات والبقاء عليها في الأراضي الفلسطينية المحتلة الأبد وتغيير المعالم الديموغرافية في تلك الأراضي وأيضا ممارسة السيادة الإسرائيلية على هذه الأراضي ويتضح ذلك من خلال تشريد المواطنين الفلسطينيين بالقوة من أراضيهم وتحديدا في كتا غزة إذ هناك أوامر إسرائيلية بالإخلاء بالقوة لسكان الفلسطينيين في خلاف واضح للقانون الدولي لأن ما تكون فيه هو بمثابة تطهير عرضي ويجب أن نؤكد هنا بأن المادي 49 لا تمنع فقط ترحيل السكان بل أيضا تؤكد وأقتبس هنا بأن أي إجراءات تكون بها الدولة القائمة بالاحتلال من أجل أن تنظم أو من أجل أن تشجع ترحيل جزء أو كل من السكان هائلة التي تحتلها أمر مرفوض